شهد الاستقبال الحفل للزعيم صدام حسين بعد عودته من محادثات موسطو بخصوص الأزمة مع إيران 1973 وليكم مشاهدين الأعزاء التفاصيل التاريخية للفيديو بحسب وكالة رويترز عاد السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس القيادة الثوري العراقي إلى بغداد يوم السبت الرابع والعشرين من مارس 1973 بعد زيارة لمدة أربعة أيام إلى الاتحاد السوفيتي وقد ترأس وفدن زار موسكو بدعوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي للمحادثات ولم يتم الكشف عن الغرض من الرحلة ولكن تقارير الصحف في إيروتا اعتقدت أن الأمر يتعلق بالوضع المتواتر الذي تطور في الخليج العربي مؤخرا بين العراق وإيران أعرب العراق عن قلقه العميق بشأن صفقة الأسلحة الكبيرة التي قامت بها إيران مؤخرا مع الولايات المتحدة في العام الماضي وعليه وعد الاتحاد السوفيتي بتعزيز القوات المسلحة العراقية بقية التفاصيل في أسفل الفيديو اشتركوا في القناة